تنافس انتخابي واسع تشهده مدينة الموصل ومدن أخرى في محافظة نينوى يكاد يكون الأكثر وضوحاً في العراق بعد العاصمة بغداد وذلك بسبب ثقل المحافظة السكاني البالغ أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نسبة أكثر من أربعمائة مرشح من كتل وكيانات سياسية عديدة تتنافس على أربعة وثلاثين مقعداً برلمانياً في المحافظة التي قسمت إلى ثماني دوائر انتخابية حيث تشهد منذ مطلع الشهر الماضي توافد زعامات سياسية مختلفة مطلقة العديد من الوعود والشعارات المتعلقة بالانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل ويقول سكان في مدينة الموصل إن الوعود التي أطلقها المسؤولون في الأسابيع الماضية هي نفسها التي وعدوا بها الناس في انتخابات عام 2018 فيما يسأل آخرون عن ترك بلدات معينة في نينوى دون الاهتمام بها والتركيز على المدن ذات الكثافة السكانية فقط مؤكدين أن الزيارات مفضوحة لأن من يقومون بها لا يكترثون بالأحياء المدمرة ويركزون على ما يرونها مقاعد برلمانية لا أشخاص يعانون يومياً من أجل الحصول على أبسط متطلبات العيش ويؤكد متابعون أن الصراع الانتخابي في نينوى يختلف عن باقي المدن العراقية بسبب دخول قوى سياسية ومسلحة لها دعم خارجي تسعى إلى السيطرة على المحافظة لأهداف سياسية وطائفية في إشارة إلى ميليشيا الحجد ممثلاً بتحالف الفتح بزعامة هادي العامري وقوى سياسية أخرى تمتلك ميليشيات مسلحة لها في نينوى وتمارس عمليات تهديد وترهيب للمواطنين تنافس انتخابي محتدم هدفه الحصول على صوت ناخب من خلال تقديم الوعود الكاذبة أو تقديم إغراءات لاستمالتهم وفي النهاية لا يجني هؤلاء المواطنون سوى تبعات هذا الصراع ولا يبقى من الوعود الفارغة التي يطلقها المرشحون سوى الملصقات واللافتات التي تزيل من نفايات المدينة